اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري واسف لي أمري واحلو العقدة من لساني وقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا قبل أن نقول لكم ياها يعني خلوني أرحب باختي الكبيرة دكتورة ندى الملح معنا دكتورة صباح الخير أخوي الصغير محمود دكتورة بس يعني مايكي مايشتر أيوة شكرا جزيلا أنا هذا اللي كنت أبغي يقول لك فصباح الخير أخوي الصغير محمود عادي واسعوا صدركم عادي أنا كبيرة هو صغير عادي شا السعب لا أنت تقول أختي الكبيرة أقول لك أقول عادي عشان ما حد يقول دكتورة أنت زال ما زال عادي عموما أرقام التواصل معنا دكتورة 600551414 ورسائل نصية على 4006 موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي على الإنستجرام DHA underscore Dubai وعلى أكاونت نور دبي شغلنا محمود شغل؟ شغل لأكاونت نور دبي بعد على أكاونت الإنستجرام مالنور دبي إذن 600551414 ورسائل نصية على 4006 ونستقبل جميع استفساراتكم اقتراحاتكم ملاحظاتكم عن القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات بشكل عام أيضا دكتورة نحن عندنا حسابات يعني في التواصل الاجتماعي خاصة بهيئة الصحة بدبي ما نتعرف على هذه الحسابات ما نتعرف على آخر ما ورد في هذه الحسابات مع الزميلة أسمى الجناحي الصباح الخير صباحة وردية أسمحة بيبتيش خبارت شو رسالتنا صباحية لليوم يا أسمى صباحة وردية حياتك المخططين والسلبية تجاهل أحاديثهم السلبية وابتعد عنها فهي من تجعلك تضع حدودا لقدراتك رسالة جميلة والله تتماشى مع اللي بدأينا في البرنامج الصبح إنزين شو عندنا اليوم في وسالة التواصل أظن اليوم في العهادة الذكية اليوم أنا راح أتكلم عن أمراض الكلاء فأنا في الفترة الأخيرة قلنا نشوف وائدة حتى مرضى السكري يخير من فشل الكلوي لو كان يحفظه على متى والسكر كان ما تموا يعانون مع غسل الكلة في وائدة أشياء نحن نسويها من ممارسات خاطئة على المدى البعيد ممكن تسبب أمراض في الكلاء أيضا حتى الفشل الكلوي صحيح اليوم راح أتكلم عن هذا الشيء عشان المجتمع يقي نفسه ودائما الوقاية خيرا من الإعلاج أكيد يا أسمى نذكر بس المستمعين بحسابات تواصل الاجتماعي لهيئة الصحة في دبي على توتر انستغرام والانستغرام والسنابسات والفريسكوف على دي اتش اي أندرسكور دبي أما اليوتيوب والفيسبوك واللند على دبي حسي سارجي جميل شكرا لك يا أسمى على رسالة الجميلة ونهارة سعيد شكرا أسمى الجناحي كانت تحدثنا عن حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة في دبي إذن نحن متواصلين بعد كذلك معاكم مستمعين عن طريق حساب نور دبي ونور دبي لايف يعني على الانستغرام وأيضا كذلك لايف على دي اتش اي أندرسكور دبي دكتورة لماذا يجب على الحوامل تجنب تناول الجبنة الطرية تشير الأبحاث الجديدة إلى ضرورة تجنب الحوامل تناول أنواع الجبن الطرية حيث تزيد البكتيريا الموجودة فيها من خطر التعرض للإجهاض ويقول الخبراء أن بكتيريا الليستيريا المتواجدة في بعض أنواع الجبن المسببة للتسمم الغذائي يمكن أن تهاجم المشيمة وبطانة الرحمة ما قد يؤدي إلى الإجهاض ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة ويسكونسين ماديسون أن بكتيريا الليستيريا شديدة الخطورة في الفترات الأولى من الحمل ويمكن أن تكون تكون الأعراض الناجمة عن هذه البكتيريا مماثلة لتلك الناجمة عن الإنفلونزا وتشمل ارتفاع درجة حرارة الآن في العضلات الإصابة بالقشاريرة بالإضافة إلى الشعور بالغثيان ولكن قد تمر هذه الأعراض مرور الكرام حيث لا يمكن تمييزها مع مرور المرأة الحامل بأعراض مشابهة في فترة الحمل يعني أنت تعرفين أي معلومات كاتيا يقول لك احتمالا عشان البكتيريا تنمو في الجبنة الطرية أسرع يعني جبنة صلبة البكتيريا الصعب تنمو فيها لو تشيرون جبنة البيضة والشدر الصفرة وحطوهم في الثلاجة وتلاقون جبنة البيضة تعفن أسهل لأن تنمو فيها البكتيريا أسهل فهذه يمشي حتى مع الحوامل المحمود لاحنا نقول لهم مفضل يكون الأكل مطبوخ ممنوع الأكل المش مطبوخ نفس السوشي ماسوشي والأشياء لازم يكون الأكل دائما مطبوخ فهذه والله يعني الدراسة حلوة عشان الجبن لأننا ويد ناس تحب الجبنة البيضة هل تحبين جبنة البيضة؟ هي أحبها ترى الجبنة البيضة لأن الصحي أكثر محمود الجبنة الأصفر في دهو مشبعة أكثر ويرفع الكوليسترول ولكن الجبنة البيض لا خصوصا الجبنة اللي سمونها الفتة اللي تكون قليلة الدسم فالأفضل دائما يعني نصح الحوامل على البناء على هذه الدراسة ما ياخذونها من مطاعم يعني نروح تشتري الفتة أو الجبنة الطازجة من الجمعيات وستهلكيها بسرعة عشان ما تلحك تنمو فيها البكتيريا وطبعا ما نخليها خرج الثلاج لفترة طويلة عشان ما ترتفع حرارتها وتنمو فيها البكتيريا إذن صباح الخير للجميع اللي كل يتواصلوا معنا وإياكم سلام حياة كلها I am from India Love you both Thank you very much منورين أهل دبي شكرا هذا خلني نشيله من هذا لأن في أحيانا بعد نتكلم عن بعض المتنمرين في حسابات التواصل الاجتماعي لأن هذا يعني يمكن خارج نطاق برنامجنا لكن يا جماعة الخير أنا أبغي أعرف هذا اللي يدخل بي اسم مستعار لاحظ صورته لاحظ كذا لاحظ أي معلومة عنه ويقعد يدخل في حسابات الناس ويسب هذا وما أدري يعني يقول كلام غير لائق يعني بالضبط شو اللي تحس فيه والله ما أعرف أحمد أروحي أتساءل أقول شو الفاج شو الاستفاد أحس هاي مشاكل نفسية الطرابات نفسية عندهم بالضبط عشان شي نحن شو نقول يا أخي خل عندك شوية يعني إحساس أن الكلمة هذه اللي تكتبها أنت محاسب عليها صحيح عموما جدا من رب العالمين أول شي محل خلل الناس رب العالمين لما يتشوفك تحاسب على الكلمة اللي تنقال كتبت أو كانت مقروعة أو مكتوبة طيب يقولون حتى جبنة الماعز دكتورة شو فيها بكتيرية تلمو فيها بسرعة جبنة الماعز لأنها وايط طرية لا تكترثون فقط بالتاريخ الإنتاج والانتهاء دائما شموا الجبنة دوقوها إذا شفتوا فيه تغير بسيط في الطعام لابد أن تخلصوا منها حتى لو التاريخ ما كان من تيه لأن المحتمال يكون مرات فيه سوء تخزين إذا شوية الحرارة كانت مرتفعة الجبنة تخترب على طول سامي مجاهد فعلا وقاحة أحجبها ولا تزعل نحن نقول الله يهديهم إن شاء الله الله يهديهم و يعني واحد ما بيقول أكثر عن شي سيء وحنطرش ما شاء الله ما جملها الدكتورة شكرا جزيلا الله يحلي دنياك وأحيانا ممكن تكون حسابات لتشوية دولة معينة وهو لا يتزنع وماذا مش موضوعنا بس نحن حبينا يعني نطرق لهذا الموضوع لأنه بأمانة اليوم نتحدث نحن عن مجتمع سعيد هذا المجتمع سعيد وين تكمن السعادة تكمن من قرار ذاتي عند الشخص نفسه أن يقرر أنه هو يكون سعيد صحيح قبل لا يدور على المجتمع أن يكون سعيد ولا كذا لا أنت تكون يعني يكون عندك للمؤهلات نفسيا مع نفسك أنك أنت تكون سعيد هذا واحد اثنين ما شاء الله هذا المجتمع يعني ممخلي شي قاصر علينا صحيح فعندنا أفضل تعليم أفضل صحة أفضل طبعا نحن نطمح إلى الأفضل دائما لكن اللهم لك الحمد نحن ما شاء قاصر علينا شو نبغي أكثر عن شي يا أخي يا أخي ننظر للأمور بإيجابية لأن أعتقد أن النهضة اللي نحن يعني نسعى لها في دولة الإمارات هي ليست خاصة بدولة الإمارات نحن نطمح إلى النهضة عربية وهذا اللي كان يتحدث فيه سيدي صحيح سمو الشيخ محمد بن راشد في القمة الحكومية كان يتحدث عن الإيجابية والتفاؤل التفاؤل بأن نحن قادرين نصل إلى يعني أو نستحضر حضارتنا صحيح محمود فأعتقد أن هذه هذه يجب أن تبدأ من الفرد الفرد أن هو يقرر أن يدخل في هذه المنظومة صحيح عموما نحن طولنا عليكم ما أطلع فاصل بعد الفاصل ما نتكلم عن بعض المواضيع وما ننتقل إلى مركزي البدع والصفة اللي حصلوا على اعتماد من اليونسيف كمراكز صديقة للطفل إن شاء الله للطفولة أو للطفل الطفولة أنزيل ما نتعرف على هذه المراكز بعد هذا الفاصل فاصل وراجعين بإذن الله صحة وسعادة ترجمة نانسي قنقر واحد أربعة ورسالة نصية على أربعة صفر صفر ستة أيضا اليوم ما نتحدث عن حصول مركز البدع والصفة على يعني اعتماد من اليونسيف كمراكز صديقة للطفل معنا في الستوديو الدكتورة فوزية عبدالي رئيس مركز البدع وأيضا دكتورة عهد شاهين رئيس مركز الصفة صحتي؟ صح صح تكلموا ليش تكتي عموما أول شيء ألف مبروك دكتورة الله يبارك فينك نحن نتكلم عن حصول المراكز أو المركزين على هذا الاعتماد فخلينا نشوف شو المعايير اللي خلت مركزين البدع والصفة يحصلون على الاعتماد من اليونسيف كمراكز صديقة للطفل أول شيء يحبب بارك لقطاع الرعاية الصحية الأولية حصول مركز الصفة ومركز البدع على عيادات صديقة للطفل نحن اتبعنا خطة السبع نقاط اللي هي معتمدة من منظمة الصحة العالمية واليونسيف عشان نحصل كاعتراف عيادة صديقة للطفل شو هي السبع نقاط هذه؟ أوكي أول شيء وضعنا سياسات اللي هي أربع سياسات للرضاعة الطبيعية عممنا السياسات في المركز دربنا الموظفين عليها والنقطة الثالثة تدريب الأمهات الحوامل على أهمية الرضاعة الطبيعية النقطة الرابعة دعم الأمهات لرضاع الأطفال واستمرار الرضاعة الطبيعية فقط إلى عمر ست أشهر النقطة الخامسة شجعنا الأمهات لاستمرارية الرضاعة الطبيعية حتى عمر سنتين مع إضافة الوجبات المناسبة لعمر الطفل ستة وفرنا بيئة تشجيعية لرضاعة طبيعية مثلا وفرنا غرف رضاعة طبيعية لوحات تتبين أهمية الرضاعة الطبيعية علقنا السياسات اللي اعتمدناها في العيادة وفرنا أجهزة شفط الحليب للأمهات إذا احتاجوها وفعلنا المشاركة المجتمعية سوينا Mother Support Group نادي الأمهات إذا لدينا أي كامبين أي حملات يعلمون باجر الأمهات عن كيفية الرضاعة الطبيعية هذه هي خطات النقاط السابع جميل دكتور عهد لو نتكلم عن شو أهميتها الإنجاز لما مركز صحة يحصل على صديق اعتمد كصديق الطفولة نحن مثلا نعرف أن رؤية هيئة الصحة لحظة شوية دكتورة لأي ماك تبغي أن نتكلم عيسى هذا أم الثاني هذا هذا زين تفضل لدكتورة رأية هيئة الصحة تدبي هي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة فنحن من رؤيتنا أن نكون حتى الأمهات والأطفال أكثر صحة وسعادة ومن هاي ناحية نحن رحنا على هذا البنامج اللي هو باعتماد من منظمة الأمم المتحدة واليونسيف وهو تحدي كبير أن نحن نخلي الأطفال يكونون برضاعة طبيعية مطلقة من أول يوم إلى عمر ستة شهور يعني فقط يعتمدون على الرضاعة الطبيعية وإذا إحنا سويناها الإنجاز نحن بنخلي أبنانا وأطفالنا أكثر صحة كيف بحيث أنه نحن نعرف أهمية الرضاعة الطبيعية للنمو للعلاج للطفل وللأم ولها فوائد عديدة وبهذا الطريقة الطفل رح ينمو بأكثر بيكون صحي وبنحصل المجتمع أكثر صحي صحيح شو أبرز الخدمات اللي نقدمها تقدمها في مركز البدع ومركز الصفة لخدمات الأم والطفل؟ أنا ببدأ بخدمة استحدثناها حاليا قبل ستة شهور تقريبا اللي هي عيادة الرضاعة الطبيعية هاي خدمة يديدة موجودة في مركز البدع الصحي نحن يمكن ثالث مركز يتم افتتاح عيادة الرضاعة الطبيعية عقب المنخول وعيادة الخوانيج تيلس فيها استشارية الرضاعة الطبيعية موجودة كل ثلاثة من ساعة سبعة ونص لها انتين ونص الخدمات الثانية الموجودة اللي هي خدمة متابعة نمو الأطفال خدمة فحص الأسنان للأطفال عن خدمة الكشف عن التوحد باستخدام الاستبيان امتشات عن خدمة فحوصات ما قبل الدخول للمدرسة للأطفال عن فحص فقرة الدم اللي هو فقرة دم الحديد في عمر سنة عن فحص أطفال حديثي الولادة اللي هو النيونيتا السكرينينج يتم فيه فحص 36 جين للكشف على الأمراض الوراثية جميل عندنا خدمة تثقيف الصحي الوالدين حسب الحاجة وإن كيس أي حد احتاج تحويلات للمستشفى نعطيهم تحويلات اللازمة جميل ممتاز دكتور عايد حابة ضفي شيء من الصفة نحن عندنا نفس الخدمات من نسبة لصحة الطفل وهي متوفرة في كافة المراكز الرعاية الصحية الأولية ممتاز اللي هو عندنا نفسه بس نحن معنا اللي هي عيادة الرضاعة الطبيعية وإن شاء الله حاطينها في الخطط المستقبلية يتم التحويل المرضى الحين على عيادة البدع والمنخول وهي نفسها استشارات للأطفال يكونون وبالإضافة لخدماتها ذكرتها الدكتورة فوزية يقولون منورة دكتورة فوزية كاتبيلتش ودكتوراتنا أحبها ليش ما في صوت الحين في صوت ولا بعد شاء الله يكون الصوت واضح طيب نتكلم مرة ثانية عن الخدمات بعيد شوي عن القفولة أنا بغي يعرف كل مركز صحي عندنا شوي متميز عن المركز الثاني بشغلة خاصة فيه فأنا بغي يعرف البدعب شو متميز نحن متميزين يمكن موجود عيادة الأمراض الجنسية والتناسلية هاي عندنا إياها مرة في الأسبوع اللي هو كل أثنين الفترة الصباحية بس عندنا دكتورة متخصصة تيلس ممكن تسوي استشارات ما قبل الزواج أي مشاكل متعلقة بالأمراض الجنسية وعلاجهم وإذا احتاجت تتحولهم من المشتشفيات ممتاز جميل الدكتورة عهد عن الصفا الخدمة المتميزة الخدمة المتميزة عندنا عيادة كبار السن وهي ضغطي كل منطقة في البرد بي كلها عندنا بعد عيادة العظام موجودة في كذا عيادة بس في القطاع الرعاية الصحية الأولية فهي من الخدمات الإضافية اللي عندنا جميل ممتاز ممتاز طيب كانوا يقولون عيسى ما شي الصوت ما يكون واضح عندهم بس شلينا الواير ما للمايك يمكن حين الصوت أوضح طيب ما بين الخدمات اللي انتو تقدمونها وما بين حصولكم على مثل هذه الشهادات وهذه الإنجازات اللي يستتحقق في مراكز الرعاية الصحية الأولية أريد أن أعرف دكتورة شو خطتكم المستقبلية يعني كل مركز كمركز شو اللي يطمح لبعد شو اللي تم تبون تحصلونا نحن إن شاء الله بندخل النجوم الخدمة قريبا إن شاء الله تماشين مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وإن شاء الله نحققها إن شاء الله إن شاء الله معينة عشان نحن نوصل للعالمية في الخدمات نقدمها فهي المعايير نحن نشغلين عليها بالنسبة للورش العمل نعملها الموظفيين بالنسبة للبروتوكولات بالنسبة للإجراءات والسياسات اللي قاعدين نشتغل عليها كل هذا طبعا هذا بيطور من المركز من القطاع الصحي في دبي ووصلنا لرؤية الشيخ محمد إن نحن نوصل للعالمية بخلوة العام 2021 إن شاء الله من نورة دكتور عهد وألف مبروك لأيادة الصفة من نورين الشاشة تكاثرتنا دكتورة فوزية من المبدعين هذه بعض الرسائل اللي تينا على حسابات التواصل اجتماعي ما بالهيئة هذه كانوا على نور تبي نزين دكتورة يعني شو الأشياء اللي تبغون تضيفونها الآن في بالكم يعني تحسون أن يجب على المستمعين أنهم يعرفونها تبغون مستمعين يتعاونون معاكم في شيء معين في نقص التوعي عند المستمعين في شغلة معينة نحن نقول نحن موجودين عشان خدمة المجتمع فأي وقت عندهم أي اقتراحات يبغونا نساعدهم في أي شيء يبغونا نسوي أي حملات توعوية يبغونا نزودهم مرضات دكاترا يروحون لهم في البيوت في مواقع العمل حاضرين لأي خدمة مشكورة يا دكتورة دكتورة عهد أنا أتمنى المجتمع يساعدنا أن نحن نوصل أن القطاع الصحي يرفع وهذه أصلاً كلها صحتهم فأتمنى الثقافة الصحية توصلهم حتى في بيوتهم أتمنى هم يكونوا الأطباء لعيالهم لإخوانهم لأهلهم يمارسون الثقافة الصحية بشكل أفضل عشان نحن نوصل أن المجتمع يكون صحي حابين يضفون أي كلمة أي نصيحة أخيرة أنا أقول لأن الموضوع عن الرضاعة الطبيعية أحب أشكر سمو الشيخ حمدان محمد عن مجتوم لأن أعلن شهر واحد بزيادة إجازة الوضع والأمومة وزيادة ساعة الرضاعة لمدة سنتين وما شاء الله يتأخذون إجازات يستهلون الأمهات يستهلون الأمهات صحيح نشكر نحن عن مبادرة أتوقع تشجع الأمهات العاملات أن كان عندهم مشكلة أن ترجع للدوم من وقت وبعد الطفل يكون صغير وما تود دخل حضانات شيء فهذا من توجهات حكومتنا الرشيدة فشاكرين لكم دكتور فوزيو ودكتور عاية تواجهتكم معنا اليوم كان لقاء جميل ومبروك لكم حصول عياداتكم على عيادات صديقة للطفولة وإن شاء الله نجوم الخدمة إن شاء الله نلاقي سابع نجوم صفة فاعلية إن شاء الله شكرا جزيلا لدكتور فوزيو عدولي رئيس مركز البدع وأيضا الدكتور عاهد شاهين رئيس مركز الصفة على تواجدهم وألف مبروك ناخذ إجازات لخدمة المجتمع وزيادة التركيبة السكانية يأبخة إجازاتكم ما تخلص من نوره هذي كله كله ما سجاتتي بس عموما استهلوا الحريب صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تغدمن لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي مستمعين البارحة كتقرة خبر يقول حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال شهر فبراير الماضي من 12 دواء خطير على الأطفال ومرضى القلب وذلك ضمن جهودها وإجراءاتها الوقائية المستمرة في هذا المجال طبعا نحن نبغي نتابع هذا الخبر وهذه الأدوية التي تم التحذير منها ودائما ما يكون متواصل معنا يعني الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعدة سياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس اللجنة العليا للي يقضى الدوائية بالدولة ودائما ما يعني الدكتور يتعاون معنا الحين هو موجود في القاهرة إذاها الله خير يعني آثرنا إلا يطلع معنا يعني كلمنا وعطانا من وقته صبحك الله بالخير دكتور صباح نور أهلا وسهلا أول شيء زاك الله خير أنت عطيتنا من هذا الوقت وأنت موجود في القاهرة ونحن نعرف مشاغلك لكن دكتور قلنا نبغي يعني نتطرق على السريع لهذا الموضوع اللي تم نشرها والأدوية اللي تم حضرها نعم بسم الله الرحمن الرحيم في الواقع هذه الأدوية عبارة عن أدوية مختلفة وكما تعلمون حاليا مافيا الأدوية على مستوى العالم والتي تقوم ببيع الأدوية من خلال مواقع الإلكترونية والإعلان عن هذه الأدوية بالدعاءات كاذبة تقوم بالتركيز على الأدوية التي يحتاج لها الناس بشكل أكبر التركيز حاليا على أدوية الطفوف الجنسي وأدوية التخسيس والنحافة والمكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي التي تختص كذلك بالنحافة ومكافحة الشيخوخة والتخسيس فلذلك هذه الأدوية عديدة منها الأدوية الكيميائية ومنها المكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي وتقوم في العادة هذه الشركات بالترويج عنها من خلال مواقع الإلكترونية وهذه المواقع أشارت إليها منظمة الصحة العالمية في آخر تقرير لها بأن أكثر من 95% من هذه المواقع تكون في الأساس غير مرخصة في بلد المصدر وهي شركات وهمية وتقوم ببيع هذه الأدوية وتكون هذه الأدوية مخشوشة الخطورة تكمن هنا بأن هذه الأدوية تكون مخشوشة فهي سامة إما أن لا تكون المادة الفعالة موجودة ضمن نطاق الأدوية أو تكون المادة الفعالة موجودة بالكمية قليلة جدا جدا ليس لها أي نوع من التأثير أو تكون أعلى من الجرعاء المحددة وكذلك تكون بها بعض المواد المحبورة عالميا وهذه المواد المحبورة عالميا تساعد على التخصيص السريع أو إنقاص الوزن بشكل سريع وهذه المواد لها تأثير شديد على بارك الله فيك القلب ومرضى القلب والمصابين بارتفاع ضغط الدم وخاصة المرضى الذين يتناولون النترات فهذه الأدوية عديدة حقيقة وتقوم هذه الشركات بالتركيز على حاجة الناس ونحن كدولة الإمارات العربية المتحدة حقيقة تتابع هذه المجريات وتقوم بالتركيز على منع دخول هذه الأدوية إلى دولة الإمارات والعمل على تحذير المجتمع عن مخاطر استخدام وتناول هذه الأدوية طيب دكتور تعرفنا على بعض الإجراءات التي تقوم بها الدولة المكافحة الغش وتزييف الدوائل التي ذكرتها طالع أمرك أولا التركيز بشكل أساسي على حجب هذه المواقع المواقع الإلكترونية بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات وهذه المواقع حقيقة يتم مراقبتها من قبل إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات وبالإضافة إلى المتابعة اليومية مع منظمة أبسالة وهذه المنظمة المعنية باليقظة الدوائية والتابعة لمنظمة الصحة العالمية وكذلك المتابعة اليومية مع هيئة الدواء والأخذ الأمريكي الـ FDA أو الهيئة الأوروبية للدوائمية أو الهيئة الأسترالية للدواء من خلال اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية وهذه اللجنة حقيقة متشكلة من كل الجهة الصحية على مستوى الدولة منها وزارة صحة وقات المجتمع وهيئة الصحة في دبي وهيئة الصحة في أبوطبي وجامعة الإمارات وجامعة الشارقة ومدينة دبي الطبية أو سلطة مدينة دبي الطبية وكذلك الجهات الصحية الأخرى ذات الاختصاص ونحن نحارسين كل الحرص بأن نتابع كذلك وزارة الداخلية في حقيقة بعض الممارسات الخاطئة التي قد تؤثر سلبا على صحة السلامة المجتمع الإمارات والعمل على حقيقة تنسيق الدائم مع وسائل الإعلام لنشر هذه التحذيرات وإبلاغ المجتمع من كل هذه المخاطر التي قد تؤثر سلبا على صحتهم بالإضافة إلى بارك الله فيك العمل على تنظيم المؤتمر السنوي للغش الدوائي والعمل على استضافة كبار العلماء والخبراء والجهات المعنية عن الغش الدوائي ومشاركة كافة الجهدات الاختصاص وبالتحديد لي للتحديل الجمارك والجمارك المحلي دوال الأقتصادية ووزارة الأقتصاد بحكم أن الجمارك ووزارة الأقتصاد والدوال الأقتصادية لها دور كبير في عملية حقيقة منع دخول هذه المنتجات إلى الدولة وإن كانت موجودة في الدولة دخلت بطرق غير سليمة يتم سحبها وإطلافها بالطرق العلمية طيب ممتاز دكتور نحن نتمنعك بالتوفيق أنا سامحني أن نخذ من وقتك وانت خارج البلد لكن دائما ما تكون متواصل معنا دكتور ونحب يعني ناخذ منك كلمة أخيرة نصيحة تفغي توجهها للمجتمع في هذا الخصوص أولا طالما رك هذا يعني واجبي ونحن الآن موجودين مع معالي وزير الصحة الله يحفظه في اجتمع وزراء الصحة جامعة الدول العربية وكلمتي إلى كل أفراد المجتمع شعب دولة الإمارات الكريم والعزيز بأننا نحن كدولة الإمارات من خلال حكومتنا رشيدة قامت حكومتنا رشيدة بتوفيق الخدمات الصحية في الدولة بأرقى المجتويات وكما تعلمون كما قمنا بالتصريح قبل عدة أيام بأن 64% من جميع المستشفات الحكومية والخاصة بإجمال 83 مستشفى من أصل 150 مستشفى حصلوا على اعتماد الدولي للمنشآت الصحية أو للمستشفيات وهذا الدليل رقي وحقيقة مشتوى الخدمات الصحية المقدمة فلماذا لا نلجأ إلى الجهة الصحية؟ لماذا لا نقوم باللجوء إلى المستشفيات والمراكب الصحية التخصصية المرخصة والمعتمدة في دولة الإمارات؟ لماذا لا نقوم بحقية استشارة الطبيب والعمل على شراء الأدوية من خلال الصيدليات التابعة للمستشفيات والصيدليات الخاصة والتي حقيقة تقوم جهة الصحية بمراقبتها والتفتيش عليها وهذه الأدوية سجلت ودخلت إلى الدولة بطرق علمية وطرق رسمية فيجب عدم شراء هذه الأدوية من الخارج وعدم الاتماد على هذه الادعاءات الكادبة التي تقوم بهذه الشركات المزيفة والتي تقوم حقيقة الإلحاق الضرر بصحة وسلامة المجتمع نحن محارفين على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والآن وزاة الصحة أصبحت من ضمن أكبر مهامة وقاية المجتمع وهذا هدفنا بالتنسيق مع الجهات الصحية كهية الصحة دبي وأبو ظبي وهذا الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الاتحادية والمحلية في العمل على توفي الخدمات الصحية بأرقى المعايير العالمي والعمل على حفاظ الحفاظ على صحة صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات وهذا هو الهدف الأساسي وأتمنى أن لا يتم اللجوء للشراء هذه الأدوية من خارج والمكاملات الغذائية ذات للدعاء الطبي والعمل على عدم توزيحها إذا جلبت من خارج وعدم جلبها من الخارج وعدم تناول وتداول هذه الرسائل النصية التي قد تقوم بالترويج عن بعض الأدوية لأن حقيقة فيها ما خاطر جميل دكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة شاكري لك هذه المداخلة وكل التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور الله يحفركم مع السلام شكرا إذن ننتقل من هذا الموضوع إلى موضوع آخر شو الموضوع اللي عندنا الدكتورة بنتكلم عن خدمات قسم كل الأطفال في مستشفى دبي نتحدث عن الخدمات كلها شو الإنجازات أهم أمراضة كلها بيكون معانا في الستوديو إن شاء الله الدكتور لؤي عيد استشاري ورئيس قسم كل الأطفال في مستشفى دبي صباحك الله بالخير دكتور صباحك الله بالخير والسور بداية دكتور لو نعرف المستمعين شو أبرز الخدمات اللي يقدمها قسم كل الأطفال في البداية حابب بس أعطيك نبدأ عن قسم كل الأطفال في مستشفى دبي القسم قائم منذ أكثر من 35 سنة هو قسم فريد من نوعه الوحيد على مستوى إمارة دبي والإمارات الشمالية يقوم بتقديم الخدمات لجميع أطفال المصابين بأمراض الكلاء من منذ الولادة إلى عمر 15 سنة ممتاز القسم يحتوي على عدة عوامل تساعدت في إنجاحه من ضمنها الكادر الطبي المدرب والحاصل على شهادات من مستشفيات معتمدة ودراسات في أمريكا وكندا إضافة إلى الكادر التمريضي والأخصائيين الاجتماعيين وأخصائيين التغذية بحيث نحصل على منظومة متكاملة تحت صقف واحد ممتاز القسم يقوم بعدة خدمات على مستوى العيادات الخارجية لدينا عدة عيادات متخصصة بأمراض الكلاء الحادة والمزمنة عيادات لأمراض ضغط الدم عند الأطفال نقوم باستقبال المرضى المحاولين من العيادات الخارجية والمستشفيات الخاصة الخدمات التي نقدمها ليست مقتصرة على مستشفيات هيئة الصحة بل تمتد إلى القطاع الخاص والرعاية الصحية والمستشفيات الإمارات الشمالية تحت وزارة الصحة ممتاز بالإضافة إلى العيادات الخارجية لدينا قسم متخصص في إدخال المرضى والعلاج اليوم الواحد لإعطاء العلاج الكيماوي والأدوية وغيرها من النقل الدم لدينا وحدة متخصصة بغسيل الأطفال الغسيل الدموي الغسيل البريطوني مجهزة بأحدث الأجهزة ومجهزة بأحدث الكوادر الطبية والممرضات المتدربات هذا على المستوى الكلينيكالي أو السريري القسم كلا الأطفال بالإضافة لذلك يقوم بمشاركة الأقسام أخرى في مستشفى دبي على مستوى تعليمي نقوم بتعليم الطلاب من عدة كليات طيب من جامعة الشارقة من كلية دبي الطبية وغيرها نشارك على مستوى العالمي على عدة أبحاث طبية كذلك نقوم باستضافة طباء زائرين من أمريكا ومن ألمانيا ممتاز كم متوسط عدد الأطفال ليستقبلهم القسم ويعالجهم؟ ممكن أعطيك بعض الأرقام في الثلاث سنوات الأخيرة على مستوى دخول المرضى مثلا كان في 2013 عند تقريبا 450 مريض دخلوا القسم في 2013 هذا الرقم تضاعف إلى تقريبا 1000 مريض في 2016 مستوى العيادات أو زيارة العيادات الخارجية في 2013 كان عندنا تقريبا 950 زيارة في 2016 2000 زيارة مستشفى عدة عيادات الجلسات الغسيل الدموي كانت 114 جلسة فقط في 2013 ما أقدر أقول تضاعفت أو تريبلد وصلت لقريبا 1000 جلسة غسيل هذه 100% أكثر من 100% زيادة في العدد بالإضافة إلى الدخول اليوم الواحد والخلامات الأخرى جميل شو أبرز الحالات الموجودة تتكرر عندكم في القسم؟ أبرز أمراض الكلة الحين بشكل عام ممكن نتقسم أمراض الكلة عند الأطفال إلى قسمين رئيسيا الأمراض المزمنة أو الأمراض الحادة الأمراض المزمنة عادة الأسباب التي تكون مصاحبة إلى هذه الأمراض إما أسباب تشوهية أو خلقية يولد بها الطفل أو أسباب وراثية بعض الأحيان ممكن تكون أيضا أمراض مزمنة نتيجة عدم تحصيل العلاج في الوقت المناسب بحيث أنه انتقل المرض الحاد إلى مرض مزمن الأمراض الحادة عدة أمراض من ضمنها التهاب مجاري البول التهاب الكلة، الأمراض التكيوس الكلة، ارتفاع في ضغط الدم وغيرها من الأمراض جميل شو ممكن تقول دكتور أبرز الأنجازات التي حققها قسم كل الأطفال في مستشفى دبي؟ طبعا كلا الأطفال في مستشفى دبي يعمل تحت مظلومة متكاملة وهو جزء لا يتجزع من مستشفى دبي بالتعاون مع جملائنا في الأقسام الأخرى إما على مستوى قسم الأطفال أو الأقسام الأخرى في حتى القسم كلا الكبار نعمل على سعاد المواطن أولا والمقيم على حد سواء نقوم بتقديم الخدمات على مدار الساعة مثل ما تفضلت في البداية أنه حتى القطاع الخاص نساعدهم توعوية وحملات وعطاء محاضرات لنشر لأن ليس الكثير من الأطباء على مستوى القطاع الخاص لديهم الوعي الكافي والخبرة بتشخيص المبكر وحالة الحالة للمتخصصين فلرؤية سمو الشيخ محمد راشد الله يحفظها 2021 لأنه تكون العلاج السياحي نحن نعمل تحت هذا المنظوم من الإنجازات اللي حققناها بالضافة إلى في مستشفى دبي حصلنا على الاتراف الدولي في 2016 كما عقبت في البداية زاد على المرضى نقدر نقول أكثر من مئة بالمئة في الثلاث سنوات السابقة حصلنا على عدد من البحوث على جامعات ومراكز معترفة مثل بوستن وألمانيا كادرنا في مستشفى في القسم حصل على جوائز وأوردد في البرنامج الأخير الذي تحترعت بكم نفتخر من تحصيل العلم والخبرات الطويلة قمنا باستحداث نظريات وطرق جديدة على مستوى غسيل الدموي للأطفال حديثي الولادة والأطفال الذي يقل عمرهم عن سنة أو وزنهم على عشرة كيلو يفرق دكتور الغسيل وأمراض الكلمة بين الأطفال والرجال والمالغين يعني؟ هو المرض واحد لكن كتقنية أو التعامل مع الطفل في كل أحوال صعب لأن الطفل كوزن كحجم تتعامل مع الأهل يعني على مشتوى شكل أكبر إنك تقنع الطفل يقعد للغسيل أربع ساعات هذا يروحها صعبة صحيح حاب إن مثلا الأهالي طبعا إحنا ما أصحفنا الوقت قمنا بتحاملات تواوية للأهالي والأباء في السنة الماضية عن طريق مثل أمراض الضغط وأمراض السمنة والتبول لا إرادي لزيادة الوعي للأباء أنصح الأباء والأطباء على مستوى الإمارات خاصة الإمارة الدبي والإمارات الشمالية لأنهم لا يترددوا في طلب أي نصيحة أو أي مساعدة في أي وقت قسمنا متوفر لديهم جميل في أي لحظة شكرا لك دكتور بلو أي عيد استشاري ورئيس قسم هي الكيلة أم الكلة؟ الكيلة؟ الكيلة الأطفال في مستشفى بيننا شكرا لك هذا التواجد دكتور أتمنى لكم التوفيق دائما شكرا جزيلا شكرا جزيلا إذن دكتور سامحيني بس نظرة سريعة على أهم أو الرسائل اللي يتمع بشكل عام في صباح الخير بغي تأسر عن صحة منتجات الحليب ومشتقاتها هل هي مضرة للصحة؟ والكلام أن هذا الحليب بالحقيقة هي قيء من المواد المحقونة في الأبقار؟ صح هذا؟ لا 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 يتمعها إشاعات تقول دكتور أمين يتكلم عن المسال في السوشال ميديا لا تأخذونها لا 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 أنزين ما شاء الله بوركتم نورتنا دكتور لؤي هذا أحمد الشبراوي يقول لك نورتنا ابتسم وقلب صباحك الله بالخير منورين ما شاء الله صباحكم الله بالخير صباحكم الله بالنور صباح النور شوفي ها يديك ما فيه أشيء ما فيه ألا العافية صباحكم الله بالخير وربنا يشفي كل مرضانا آمين ما تشوف شر إن شاء الله صباحكم الله بالخير وسرور وربنا يشفي مرضى المسلمين أجمعين اللهم آمين آمين أفاكم الله وعافانا صباحكم الله بالخير إذن هذه رسالة كلها جميلة منيئة بالإيجابية جميل أن يكون دكتور ملم بجميع نسب الحالات بشكل دقيق شكرا لك دكتور شكرا وبيض الله ويوكم مشكورين نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا لكن قبل ما نختم نبغي نذكر بس برابط التأمين الصحي دكتورة والموعد اللي يجب على المستمعين أنهم ينتبهوا له رابط التأمين الصحي www.isahd.ae اللي هو من إسعاد ويا جمعا نهاية المهلة 31 مارس يعني باقي من الزمن 30 يوم بنذكركم كل يوم بالعدد كم يوم تم فصرحوا وضعكم بارك الله فيكم طيب دكتورة شيخ بار العصبة إن شاء الله خفت لا الحمد لله شكرا لسألكم أنا بخير شكرا طيب عموما حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع المزيد من المواضيع باتر شو دكتورة؟ خميس الونيس خميس الونيس على قولة الدكتورة خميس الونيس إن شاء الله بتكون حلقة خفيفة وغالبا بيكون معانا الدكتور حيدر اليوسف من نتكلم إن شاء الله عن موضوع التأمين الصحي بنستقبل آراكم واختراحاتكم وأيضا اللي عنده السلسرات وأي شيء أنا النزار الله يخليك اتصل فيني والله العظيم يا نزار أنا ما أخذ رقمك هاك اليوم ارتبشت شوي هي ما توصلوا يا نمر ثاني النزار حلينا هي فإذا أنت موجود الله يخليك يعطهم حتى البرامج الثاني يعطهم رقمك وقلهم بس يوصلوا لي أنا هذا الرقم فإن شاء الله إن شاء الله يسمعنا عادة دكتورة إن شاء الله عموما شكرا جزيلا لك أختي الصغيرة دكتورة ند المولة بدأت الحلقة كنت كبيرة أخرى حلقة صغيرة وهذه تحيات محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد أيضا بس أبغي أشكر حمد المعيوف عيسى سبيل ما قصرت وفريق قسم الإعلام عندي المعدين أنا بذكر اسمهم اليوم عندي يوسف سعد حسني للبلاونة ونور نزال ألف تحية لهم شكرا لكم جميعا على عداتكم لهذا البرنامج وإخراجه بهذا الشكل للجمهور متى يبدأ البرنامج يبتدي من الساعة عشر بتوقيت الإمارات عشر وخمس يعني بعد الإعلانات لين الساعة هداش فهذا توقيت برنامجنا حتى نلقاكم إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي